الوحدة العاشرة من أدب السيرة الغيرية عبقرية عمر لعباس محمود العقاد لم أرى عبقريا يفرى فريه كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام في عمر رضي الله عنه وهي كلمة لا يقولها إلا عظيم عظماء فمن علامات العظمة التي تحيي الموات الأممي أن تختص بقدرتين لا تعهدان في غيرها أولاهما أن تبتعث كوامل الحياة ودوافع العمل في الأمة بأسرها وفي رجالها الصالحين لخدمتها والأخرى أن تنفذ ببصيرتها إلى أعماق النفوس فتعرف بالبديهة الصائبة والوحي الصادق فيما تكون عظم عظمة العظيم كلتا القدرتين كان لهما الحظ الوافر في سيرة عمر بن الخطاب والعبقرية ضرب من التفرد والسبق والابتكار في معنييها القديم والحديث ويوصف عمر بالعبقرية إذا نظرنا إلى أعماله ويوصف بها إذا نظرنا إلى تكوينه الذي جعله مستعدا لتلك الأعمال مطلعا بتلك القدرة وكان عمر رجلا مميزا بعمله ممتازا بتكوينه وكان وفاء شرط الامتياز والتفرد في عرف الأقدمين والمحدثين من المؤمنين به وغير المؤمنين كانت نظرة إليه قبل السماع بعمل من أعماله توقع في الروع أنه من معدن من الرجال غير معدن السوادي وأنه جدير بالهيبة والإعظام خليق أن يحسب له حساب كان مهيبا رائع المحضر حتى في حضرة النبي الذي تطامن عنده الجباه وأولها جبهة عمر أذن النبي يوما لجارية أن تفي بندرها لتضربن بدفها فرحا أن رده الله سالما فأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تضرب بالدف بين يديه ودخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فما هو إلا أن دخل عمر حتى وجمت وأسرعت إلى دفها تخفيه والنبي عليه السلام يقول إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر ويرى العالم الإيطالي لومبروزو أن للعبقرية علامات تتفق وتتناقض فيكون العبقري طويلا بائن الطول أو قصيرا بين القصري ويعمل بيديه اليسرى أو يعمل بكلتا يديه وغزير الشعر أو نزيره على غير المعهود في سائر الناس ويكثر بين العبقرة جيشان شعور وفرط الحس وغرابة الاستجابة للطوارئ والفراسة وفي عمر بن الخطاب من هذه العلمات كثير فكان طويلا يمشي كأنه راكب وكان أعسر يسرا يعمل بكلتا يديه وكان أصلع خفيف العارضين وقيل فيه أنه خير الناس إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم وكان سريع البكاء إذا جاشت نفسه بالخشوع بين يدي الله نحن أمام رجل لا كالرجال أن أقول رجل قوي نعم هو قوي لا مراءة كما أن العدل والرحمة والغيرة والفطنة والإيمان الوثيقة صفات مكينة فيه وأعجب من هذا التوافق بين صفاته أن الصفة الوحيدة تستمد عناصرها من روافد شتى ولا تستمدها من ينبوع واحد ثم هي بعد ذلك متفقة لا تتناقض خذ مثلا عدله مشهور فكم رافدة لهذا الخلق في نفس هذا الرجل العظيم روافد شتى بعضها من وراثة أهله وبعضها من تكوين شخصه وبعضها من عبر أيامه وبعضها من تعليم دينه وكلها بعد ذلك تنظف اتجاه قويما إلى غاية واحدة فالعدل مثلا هو المساواة بين أبعد الناس وأقربهم في قضاء الحقوق وإقامة الحدود وليس أقرب إلى الحاكم من ابنه فإذا سوى الحاكم بين ابنه وسائر الرعية فذلك عدل معثور يقتدى به الحاكم ومن أمثلة ذلك حكمه في حادثة جبلة بن الأيهم وكان أميرا نصرانيا فأسلمه وأسلمت معه طائفة من قومه ثم وطئ إعرابي إزاره فلطمه جبلته على ملأ من حجاج بيت الله فقضى عمر للإعرابي أن يلطم الأمير على الملأ وما منطلقه في حكمه هذا سوى قاعدة من قواعد الإسلام الذي لا يفرق بين سوقة وأميرا وما العدل بغير الرحمة التي تنزجه بالإحسان وما العدل والرحمة معا بغير الحماسة الروحية والغيرة اليقضاء التي تجعل كراهة المرء للظلم كأنها كراهة الضرر الذي يصيبه في نفسه وآله وما كل تلك الصفات بغير فطنة تضع الأمور في مواضعها كل صفة تتمة لجميع الصفات وكل الصفات روافد لغرض واحد يتم به نصر الحق وخدلان الباطل فعمر ذو البأس والعدل وعمر ذو الرحمة والغيرة وكان بأسه معوانا لرحمته وكان قويا لينتفع الناس بقوته ولم يكن قويا ليطغى بقوته على الضعفة تلك سورة مجملة للصفات الخلقية الكبيرة التي كانت غالبة على نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي العدل والرحمة والغيرة والفطنة والإيمان ترجمة نانسي قنقر